اليوم 64 من المعارك منذ اندلاع المعارك 7 أكتوبر مازالت القتل الإسرائيلية مستمرة المعارك الآن لم تعد فقط في الشمال بقنا في خان يونس معارك شرسة في خان يونس في قلب القطاع والضحايا وصلين ل 17700 بينما شهداء من الفلسطينيين منهم 6000 طفل بينما الجيش الإسرائيلي عندهم 102 من الجنود وابتدنا نسمع بقى أن فيه جنود أصابهم العمى وجنود أصابهم العاقة بشكل كامل وابتدنا نسمع عن إصابات كثيرة في الجيش الإسرائيلي هناك أيضا مجموعة من الملاحظات الدفع بالفلسطينيين جنوبا وإلى أقصى جنوب الجنوب بالقرب من الحدود المصرية وهذا قد يخلق شيء من القلق ما بين العلاقات المصرية الإسرائيلية هذا بالإضافة إلى دفعهم إلى المواصي ماذا يحدث؟ زي ما قلت لكم في بداية هذه الحلقة الولايات المتحدة استخدمت حق الفيتو في منع مشروع جديد لوقف إنساني لإطلاق النار طبقا للمادة 99 التي طلب بها جوت يارش أنه يعني يحاول إيقاف النار ولكن أمريكا لا ترى أن هناك داعي لوقف إطلاق النار قبل القضاء على قضاء إسرائيل على حماس كما تقول العميد محمود محيدين بحث السياسي في الأمن الأقليمي معنا عشان يشرح أين الجيش الإسرائيلي وما هو وضع المعركة الآن سيد العميد مساء الخير سيدنا ريفان اليوم 64 أين نحن الآن؟ الآن إسرائيل بتوجه ضربة لمنطقة الجنوب ومنطقة وسط القطاع باعتبار أن ما بعد الهدنة ليس كما قبل الهدنة لما تكلمنا على موضوع أن هل هيعودوا للحرب قلنا هيعودوا بأكثر شراسة وأكثر قوة وده اللي حصل حضرتك أن إدارة عملية أو تقرر في رياسة أركان جيش الدفاع تنفيذ عملية أخرى ليس لها علاقة وليست مرتبطة بطبيعة المهم والأعمال اللي بتتم فيه محافظة شمال غزة ومحافظة غزة إذن هو قسم القطاع في إطار عمليتين عسكريتين عملية مستمرة في منطقة الشمال اللي هو فصله تماما التلت اللي فوق اللي هو المحافظة الشمالية ومحافظة غزة ومزالت العمليات شغالة وبتزداد شراسة يوم بعد يوم وفيها تفاصيل هنتكلم فيها ثم انتقل ما بعد عملية الهدنة للعمل في منطقة خان يونس ودي لها أسباب معينة أسباب متعلقة بالتركيز الثاني للقوة العسكرية لحركات المقاومة في منطقة خان يونس هنلاقي أضعف تأثير للمقاومة في دير البلح وفي منطقة رفع ولكن منطقة خان يونس هي بينظر إليها من اتجاهين اتجاه معناوي متعلق بأن هي مسقط رأس السنوار وقلته وسكنه وكذلك محمد الضيف اللي هو رئيس أركان أو القائد العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس النقطة الثانية حضرتك ان خان يونس في الفترة اللي كان الهجوم مكسف هنا في منطقة الشمال كانت خان يونس هي اللي بتقوم بأعمال القصف لكل مناطق إسرائيل بما فيها إيلات بير السبع مناطق التركيز في مركز الدولة الاقتصادي في تل قبيب أشدود حيفة في بعض الأحيان القدس أشكلون كل المناطق الصناعية في وسط إسرائيل اللي هو محور منطقة كريات جيت فأصبح الجيش الإسرائيلي ما بعد تنفيذ المرحلة الأولى من العملية اللي استمرت حوالي أربع أسابيع اللي استخدم فيها قوات النخبة بتاعته وأطلق فيها عدد أربعة لواء مدرع بالإضافة إلى عدد تلاتة لواء مشاه سواء قوات خاصة أو مشاه يعني زي اللواء الجولاني بنوع عليه قوات خاصة لكن هو اللواء الأول مشاه في إسرائيل في التركيبة التنظيمية للجيش الإسرائيلي وبدأ يحضر هنا في منطقة الجنوب حضرتك اتجاهين هو اشتغل زي ما ساتك قلت قبل الهوى المجموعة 162 وستك بقيت خبيرة خلاص في الموضوع هيتهتم بالمجموعة طبعا المجموعة 162 اللي بيطلع منها عدد صفابة نيقور اللي هو لواء المدرع 401 ما يسمى أبناء النور هو اللي كان بيشتغل على المحور الساحلي من منطقة بيت لهيا مرورا حتى مخيم الشاطئ ثم المجموعة العمليات 36 القادمة من الشمال من الجنوب اللبناني وأبرز تشكلتها اللي هو السابع مدرع واللواء 188 وكلهم اشتغلوا أيضا في منطقة بيت حنون ومنطقة غزة اللي هم دخلوا من جحر الديك وقسموا القطاع 33 في هذه المنطقة ثم استكملوا العمل من خلال وحدات الخاصة اللواء الجفعاتي اللواء جولاني ثم اللواء مظلي كان جزء من اللواء 35 مظلي اللي جاي من الفرقة الكوماندوز المركزية اللي هي الفرقة 98 ليه في فرقة كوماندوز؟ هقول لحضرتك احنا اتكلمنا في الاساس قلنا ان الجيش الاسرائيلي دائما وأبدا بيحتفظ باتنين لواء مظلي في الخدمة يعني ايه لواء مظلي؟ المظليين سيادتك المظليين دول هم قوات مشاه ولكن مدربة على عمال القوات الخاصة ودول بيشتغلوا بطريقتين لو هيشتغلوا من البر فبيشتغلوا بمركبات خفيفة او مركبات مدرعة زي اللي احنا شفناها اللي هي نامير اللي كلمنا عنها كتير او بيتم اسقطهم من الجو الابرار الجوي اعمال الابرار الجوي المظلات المظليين يعني ودول بيعتبروا من ضمن اهم قوات النخبة في الجيش الاسرائيلي فعشان كده احنا نلاقي الجيش الاسرائيلي عنده خمسة لواء مظلي اتنين في الخدمة بصورة دائمة لانه محتاج دائما وأبدا طول الوقت قوات تنجده او توفر ليه الامن لشعبه او مستوطناته او حدوده لانه الحدود كلها محاطة بالنار تقريبا وعنده تلاتة لواء مظلي احتياطي الفرقة 98 زي ما ساتك اشارتي هنا اشتغلت ازاي حضرتك الفرقة 98 هي فرقة اولا هي فرقة مركزية مركزية يعني ايه يعني بتتبع رياسة الاركان العامة وليست مضافة على اي من القيادات السلاسة هناك قيادات عسكرية سلاسة في الجيش الاسرائيلي المنطقة الشمالية ودي موجودة في برنيات اللي هي في الجليل الاعلى والمنطقة الوسطى ودي موجودة في الرام او في منطقة ضواحي القدس والمنطقة الجنوبية العسكرية ودي منطقة في بير السبع ودي اللي بتشتغل عليك جابها المصري طيب ممكن الناس بيبقى صعب عليها كل هذه التفاصيل العسكرية فانا عايزين نعرف فين الجيش الاسرائيلي بيعمل ايه دلوقتي هل عنده تمركزات وقاعد في مناطق معينة ولا بيعمل تغييرات ولا ايه في تيكتيك هقول لحضرتك ده كلام مهم جدا هو حصل تغير تيكتيكي فيه لما حصل الهدنة لما حصلت الهدنة الطرفين استفادوا حركات المقاومة استفادت عملت اعادة اتصال بعناصرها بمراكزها باعادة اصدار التعليمات تزود بالغذاء بالوقود اتمئنان تأكيد على شحز الناس لان الحرب مستمرة واحنا اقوية وحاجات كتير جدا تهمهم وفيه تفصيلات ما نقدرش نقولها طبعا على الهواء والجانب الاسرائيلي من الناحية التانية حضرتك الجانب الاسرائيلي حضرتك ده اعلن حالة الحرب فهناك قيود على المعلومات فيما يتعلق بوسائل الاعلام الاسرائيلية من هنا احنا بندرس حكتين بندرس الاداء الاسرائيلي على الارض وبندرس كمان بيانات المقاومة الفلسطينية وما يتم تسجيله من فيديوهات لأفراد او ما يكتب على صفحات جنود جيش الدفاع بندرس كل مجمل العملية ده هيت وبنطلع بالنتيجة دي المنطقة اللي احنا بنتكلم فيها احنا انا بقول بقى حضرتك ايه ما قبل الهدنة كان الجيش الاسرائيلي حضرتك تكبد خسائر كتير جدا في مرحلة الهدنة وكنا اتكلمنا على ان الجيش الاسرائيلي كان عنده في بدايات الحرب اكتر من 1400 مصاب وكان صدر تصريح عفوي من رئيس جمعية الاطراف الصناعية والمعاقين قال ان انا جالي توجيه من الجيش الاسرائيلي علشان اوفر هذه الاعضاء واتواصل مع الشركات في الداخل والخارج لانه واضح ان الاصابات كل اغلبها اصابات معيقة للحركة بالامس حضرتك بناء على سؤال حضرتك جريدة يدعوت احرانوت سربت خبر مهم جدا قالت ان فيه 5000 مصاب حتى الان في العملية في منطقة قطاع غزة منزوبيت العملية البرية منهم 2000 مصاب يحتاجوا لاطراف صناعية لانه حصل بطر فيه لاطراف الصناعية طب ماذا عن فكرة العمى انه كده بصفة العمى ده سؤال مهم جدا العمى حضرتك ده ناتج بالاساس عن الغبار ناتج القصف الجو الاسرائيلي وده بياخدنا النقطة مهمة جدا ان هناك اسلحة استخدمت هي خارج اطار القانون الدولي زي اليورانيوم المنضب هذا الموضوع مهم جدا وهيصيب جنود الجيش الاسرائيلي بحالات لسه هما هيشوفوها اللي زي حالات حرب الخليج اللي حتى الان المقاتلين الامريكيين بيعانوا منها لحد اللحظة دي فانا عمدنا ستين يعني تبقى للتقارير ستين مصاب يوميا يوميا نفت منهم الفين يعني تم يعني حدثت لهم اعاقات واجمالي خمس تلف بالضبط فانا في نقطة مهم جدا ان انا اوضحها لما بتكلم على التلت فرق المدرعة اللي شغالة على المنطقة شمال قطاع غزة مش بالضرورة ان التلت فرق بالكامل يكونوا داخل القطاع بالضبط ده سؤالي بتبقى وحداتهم في الخارج لما اقول اللواء مدرع حضرتك فانا بتكلم على تلت كتاب مدرعة وبتكلم على كتيبة مشامي كانيكي وبتكلم على اتنين كتيب الدعم فمش ممكن هذا اللواء لما يخش اللواء مثلا ربعمية واحد عطفة بني أور من هذه المنطقة هيخش بكتيبة واحدة لكن حيتم عملية التغيير في المناطق اللي بيبقوا حشدين فيها سواء داخل القطاع او خارج القطاع بتحصل عملية تبديل القوات زي ما قلت لسيادتك حماس عمالة تقول ده فيه 70% من القوات طلعت من شمال غزة قلت لحضرتك لا ده اسمها غيار القوات واعادة استكمال المستويات اللي هي المستويات العسكرية لان دي عملية ممتدة ومستمرة سيادتك سألتيني سؤال او ما هيشتغلوا ازاي قلت لحضرتك من 3 ال 4 اسبوع لي لان شغف القتال باستخدام القوات الخاصة القوات الخاصة لا تستطيع اداء هنا اكتر من 3 ال 4 اسبوع لي لان الاستكمالات بالنسبة له والاستعوض صعب لانها اللي بيسقط ما بعرفش اجيبه لكن في اللوقات المدرعة واللوقات المشاه انا عندي من التنظيم العضوي كتيب لسه ما دخلتش ارض المعركة فبغير منها معدات وافراد وبدخل انافذ نقطة المهمة جدا لساتك ده من تسألي فيها طيب ايه اللي وصلنا له هنا هل هم سيطروا السؤال اللي حظك هل هم خلصوا لا هم ما سيطروش ولا خلصوا والدليل ايه حضرتي عندنا في قطاع غزة حضرتك 8 مخيمات المخيمات دي جاية منين دول احفاد وابناء الذين هجروا عام 48 فبنلاقي ان فكرة المخيمات فيها شيء من العصبية والوطنية وفكرة التمسك بالارض بخلاف الناس اللي موجودة في مناطق الاحراش اللي هم السكان الطبيعيين البدوى الرحل الناس اللي لسه بتطوروا الحياة بالنسبة لهم لكن هتلاقي حياة الصورة في فلسطين هي حياة المخيمات عشان كده هتلاقي مخيم الشاطئ كان موجود فيه الشيخ احمد ياسين وطلع منه اسماعيل هنية كان المساعد بتاعه الناس اللي راحت مرج الظهور لو تفتكري حضرتك لما طردتهم اسرائيل في منطقة مرج الظهور ثم عادوا مرة اخرى الى الاراضي الفلسطينية باتفاق دولي واممي هم دول كانوا القيادات بعد كده لحركة حماس لغن الطيار الاسلام اللي كاملهم الشيخ احمد ياسين واسماعيل هنية والرانتيسي وكان فيه اسماع كتير جدا كانت موجودة في منطقة مرج الظهور طيب اسرائيل لحد دلوقت الوضع ايه في الشمال انا هتكلم عن الجنوب بالتفصيل لان له اهداف حقيقة مهتمة بيها طيب في الشمال لحد دلوقتي لم تستطع اسرائيل حتى الان دخول مخيم جباليا احنا قلنا الكلام ده الاسبوع اللي فات وحتى الان لم تستطيع وحتى الان لم تستطيع يمكن المشاهد اللي بتفرج علينا بيقول يعني احنا تقريبا نفس الوصف ده بالضبط فان للشمال كان كما هو حي الشجاعية حتى الان والمخيمات المحيطة بيه لم تستطيع اسرائيل حتى الان دخوله اسرائيل دخلت منطقة الشاطئ دخلت منطقة الشاطئ ليه لان هي بتعتبر المنطقة الاورستقراطية في قطاع غزة وما فيهاش كسافة سكانية وبتعتبر يعني دايما يقولوا عليها كده يعني الحتة المصيف بتاعهم يعني بس النهاردة اعتقد اسرائيل طلبت اخلاق كامل وفوري للشاطئ للشجاعية والشاطئ الشجاعية حضرتك مش هتقدر تخليها الشاطئ هي من بدري بتقول اخلوا الشاطئ وبيخلوه وبطلعوا يعضلهم على البحر هنا المواطنين بس انتوا تعالوا دخلوا ما بعرفوش يدخلوا ليه لان هنا حماس اتحضرت لهذا الموضوع عملت حاجة اسمها انتشار استراتيجي القوات ان كل منطقة مسئولة مسئولية كاملة عن المكان اللي هي بتشتغل فيه يعني فيه كتيبة في الشاطئ كتيبة في الشجاعية كتيبة جباليا مش كتيبة ده فيه لواء في جباليا جباليا لما بتكلم عليها حضرتك احنا بنتكلم على مخيم جباليا ومدينة جباليا احنا بنتكلم على 394 ألف مواطن لما بنيجي نتكلم على هنا مثلا لما بنيجي نتكلم على الشجاعية احنا بنتكلم على حوال 135 ألف مواطن لكن لما نجي الروح للشاطئ بنتكلم على 60 ألف طيب لكن التسريبات بتقول من اسرائيل ان اسرائيل امامها من 3 ل 4 اسابيع ده الفرض اللي عليها من الجانب الامريكي اه وهي بلغت امريكا انها ستستمر في قصف خان يونس والجنوب لشهر قادم بنتكلم في شهر لا انا بتكلم على منطقة الشمال منطقة الجنوب بقى فكرة تانية خالص هل ده معناه انه مزيد من سرعة الضرب وسرعة القصف يعني بالضبط يا فن وعنف القصف طبعا عنف القصف عنف القصف ليه لان الجانب الاسرائيلي وزير الدفاع ورئيس الاركان هيرسي هليفي رئيس الاركان عملوا تقدير موقف انهم محتاجين شهرين يعني خلصوا في نهاية يناير القادم الجانب الامريكي او بايدن على وجه التحديد وتقديرات هيئة الامد القوم الامريكية مع الجيش الامريكي القيادة المركزية الامريكية في الشرق الاوسط قالت ان لا احنا مش هنقدر نكمل لما بعد واحد يناير احنا لازم ننهي هذا العمل قبل واحد يناير لأسباب سياسية ولأسباب متعلقة بفكرة توسع دائرة الحرب وهنتكلم فيها بالتفصيل في الجانب السياسي من الموضوع طيب احنا هنا في النقطة لستك اشارت اليها موضوع مهم جدا كسافة الضرب في الشمال لم ينخفض حتى الان ليه لان مجمل الاهداف اللي طلبتها اسرائيل في الشمال مش قادرة اسرائيل عملت ثلاث حاجات مهمة لازم نلتفت اليها حاولت تهاجم الانفاق وانفجرت فيها فتحات الانفاق وفكرت انها تغرق الانفاق بميها البحر ومنفعش ليه لان بقى عندهم خايف على الرهائن كمان غير الرهائن كمان يا فندم ايه عندها معلومات ان الانفاق غير متصلة بيعملوا جزء من الانفاق في هذه المنطقة يعلمها مجموعة من الناس والمقاتلين شغالين في هذه المنطقة لكن ما معهمش المفتاح لو كانوا مثلا على سبيل المثال هما في الشجاعية ما عندهمش مفتاح جباليا فحتى لو ابض على واحد يسأله طب جباليا اخبار ما يعرفش النقطة التانية حضرتك ودي معلومة مهمة جدا ان حركة حماس من ضمن الاسباب اللي خلت حماس هجمت في 7 اكتوبر اكتشاف حماس ان الجيش الاسرائيلي بيعمل اهداء بيعمل انفاق هجومية من طرفه بيقتحم بيها قطاع غزة الجيش الاسرائيلي فكر في انه هو يبدأ بانفاق من اراضيه من منطقة غلاف غزة علشان يدخل بانفاقه على شبكة الانفاق داخل قطاع غزة وهذا رسط بطائرات بدون طيار بالمصطفة فلسطينية ان بدأوا يلاقوا ناتج الحفر والرمال بتاعت انفاق الجيش الاسرائيلي بتتزايد دي معلومة جديدة ولسه معلومات كتيرة جدا هنتطلع عليها نذهب للجنوب لان دي مضحة تتخصنا جدا بالضبط يا فاند الدخط للجنوب الى رفح الفلسطينية والمخيمات اللي ابتدت تتنصب عند رفح الفلسطينية ويبقوا شايفين الحدود المصرية الدخول على الجنوب ليه هدفين هدف كان في حساباتهم ان احنا لازم نخلص على التمركزات اللي هي بتعتبر حوالي من 30 ل40% من قدرة حركات المقاومة في محافظة خان يونس وهي المحافظة الكبرى في الجنوب وهي بتعتبر مهد المقاومة ومهد المسلحين واغلب القيادات طلعت من خان يونس طيب لما جوموا يشتغلوا على خان يونس حضرتك عملوا عملية فصل تماما ما بين ما يتم في الشمال وما يتم التفكير اليه كيف سنتعامل مع خان يونس بمعنى ايه؟ ان خان يونس القديمة اللي هم خططولها محطوش في افكارهم ان هم هجروا حوالي مليون من الشمال تمركز في خان يونس فاصبحت الشوارع مكتزة بالناس من هنا جات فكرة ايه؟ التفكير في الدفع بقوات النخبة من مجموعة العمليات 98 قوات خاصة اللي هو اللي هو أعوز اللي هو 35 واللي هو 188 فلما جوم يدخلوا هنا في المنطقة محتاجين قوة مدرعة وقوة مشاهة احنا تكلمنا على ثلاث فرق بتشتغل في هذه المنطقة فيه عندنا فرقة اسمها الفرقة 252 اللي هي بيسموها فرقة سينة او اللي شغالة على نتسانة اللي هي في العوجة يعني وراء في ظهر منفز العوجة منفز نتسانة منفز نتسانة موجود مجموعة عمليات كاملة مجموعة العمليات اشتغلت في الخارج كحجد هنا ودخل منها لواء مدرع واحد مع اتنين لواء قوات خاصة من مجموعة العمليات 98 هؤلاء هم من يديرون الحرب الآن بالاشتراك مع القوات الجوية في منطقة خان يونس طب ايه النقطة الفنية اللي هنا نحب نشير إليها لان الناس برضو بتفهم في العسكرية كتير وفي الصراتيجية الناس بقت يعني مهتمة جدا ليه هو بيضح بالقوات الخاصة وانا دايما نقول القوات الخاصة ما يتضحاش بيها بيضح بيها ليه لان هو ما عندوش محاور تحرك زي ما هو عنده في الشمال وده ياخدنا لنقطة ايه لدائما نتكلم فيها ان الضرب في خان يونس على اهداف محددة هو عايز يجيب السنوار الصيد السميني اللي سيادتك دائما تتكلم عليه وعايز يجيب مروان يونس وعايز يجيب محمد الضيف هو عايز يروح للشعب الاسرائيلي يقول له انا جبت الصيد السميني وجاوة تقال ان هو حاصر بيت السنوار لكن طبعا البيضة يعني اكيد البيضة انضرب عشر مرات ما فيهوش بني اجمين يا ومتدمر وهو السنوار سايبه السنوار سايبه اللي اخطر من يحيى السنوار محمد السنوار اخوه وهو ده كان من ضمن الابطال اللي نفذوا عملية خطف جلعة شاليت وهو ده اللي الشبك بيدور عليه لانه هو احد اهم المساعدين لمحمد الضيف وليس له علاقة تنظيمية بالسنوار خالص لانه هو في الجانب العسكري وهو من يدير الاعمال في خان يونس بالمناسبة طيب احنا لو بصينا بقى هنكمل بقى الحتة دي الجانب العسكري هنا في خان يونس حضرتك هنلاقي القوات دخلة طلعة دخلة طلعة هتلاقي الاخبار بتقول كده دخلة طلعة لي لان الاشتباكات هنا في منطقة العنف وفيه خسائر كبيرة جدا للجيش الاسرائيلي في هذه المنطقة هي لا تقارن بما يخسره يوميا في المنطقة الشمالية لان جباليا مستعصية الشجعية مستعصية حي الزيتون مستعصي لحد النهاردة يعني في نحال عوز أو بيت حنون الفلسطينية مش قادرين الاسرائيليين ينهوا بيت حنون بيتصادف ان هم بيلاقوا مخازن للزخيرة مخازن للسلاح ولكن دي لا تمثل شيء في قدرات المقاومة نيجي بقى لدفع الناس جنبا من اللعبة في خان يونس الهدف السياسي هو الضغط على مصر لازم نكون صراحة في هذا الموضوع هو بيضغط سياسيا في منطقة خان يونس لرفح مش علشان يدخل الناس الحدود هو عايز يلفت نظرنا او يلفت نظر المصريين انه يمكن لمصر الضغط على حركة حماس وحركات المقاومة لتنفيذ عملية تبادل الاسر ليه؟ لان عمل تجربة لتحرير اسير نتيجة معلومة حصل عليها من احد المقبوض عليهم دخل ينفذ الاسيرة قتل بسلاح الجيش الاسرائيلي واثنين مصابين في حالة خطرة في مستشفى سروكة الان في بير السابع ده حكاية ممكن تحكيها لنا حصرة مبارح حصرة مبارح هو المفرج عنهم من الاسرة او المقتجزين المقبوض عليهم حضرتك من حركة حماس هو قدر في منطقة الشمال انه هو يعني اما فتح الممرات علشان المدنيين يعدوا في بعض افراد المقاومة مصاب نعم فقبض على حوالي متين ناتج استجوابهم في واحد اقر او اعترف على ان في احد عناصر المقطفين او الاسرة موجود في منطقة الشمال بالقرب من منطقة جباليا الشجعية اسف قوات الخاصة الاسرائيلية فيه لما انا اتكاريتم حاج فيها عندهم حاجة اسمها ساريت متكال ساريت متكال هي وحدة رئاسة الاركان العامة للعمة الخلف وخطوط العدو وبالمناسبة نتانياهو خريج هذه الوحدة ونفتالي بيني تخريج هذه الوحدة وفي يوم الايام يعني جادي ازن كوت اللي هو كان وبراء كل القادة التاريخيين لو رأساء اركان جيش الدفاع كانوا قادة لهذه الوحدة وزود لحضرتك معلومة ان اخو نتانياهو ايتان اللي قتل في تحرير الطيارة فعن تيبي كان احد قادة هذه الايه الوحدة فدي نخبة النخبة في الجيش الاسرائيلي دخلت هذه الوحدة لقوا الفلسطينيين وحركات المقاومة منتظرينهم وعملين كمين وده بيفتح شهيتنا الحاجتين هل المواطن الفلسطيني اللي افاد بالمعلومة كان باتفاق مع المقاومة وغرر بيهم كانت النتيجة ايه حضرتك ان الجيش الاسرائيلي اعترف باصابتين بس انا بأكد لحضرتك ان هناك قتل اسرائيليين في العملية لم يعلن عنهم حتى الان كما لم يعلن ده لا علنته حماس ان هناك قتل اسرائيلي حماس نزلت فيديو مهم جدا اللي هي الادوات المستخدمة الاسرائيلية في العملية من ضمنها البنادق الهجومية الخرطوش ما فيه بنادق اقتحام الغرض منها تكسر باب تكسر شباك تكسر حاجة فمش لسه هيستخدم المرزاب حتى ده بنستخدمه في القاتل قصر يعني فيه ادوات يدوية بنستخدمها لفتح البيبان والكلام ده الحديد لكن لما بيبقى فيه حالة هجومية زي كده بيبقى فيه بنادق من نوع معين بتستخدم حتى الادوات اللي استخدمت بالرشاشات بتاعتها بالاسلحة المقاومة نزلت لانها حصلت عليها نتيجة هذه ويدي بقى أفنم ايه نخبة النخبة في جيش الدفاع الاسرائيل نبقى الثاني هتفضل ده خلى الموضوع حالة احباط شديدة جدا لدى المخطط الاسرائيل فبيضغط على مصر في حتة ايه ان مصر لديها معروف معروف يعني ان هي الوحيدة الدولة الوحيدة اقليميا اللي لها مصداقية عند الطرفين لو مصر الفلسطينيين طلبوا تعهد من مصر على اسرائيل اسرائيل ملزمة تنفزه ولو وفقت اسرائيل عليه والعكس صحيح فالجانب الاسرائيلي حضرتك بيدفع دفعا الجانب المصري بالتنصيق مع القطريين ان هو ينهي عملية الرهائن واحنا ما عندناش مانع فاحنا كمان الجانب المصري برضو عشان حيك تبقى انتي برضو في الصورة اقترح مجموعة اقتراحات في متى الاهمية قال الجانب المصري احنا ممكن نخرج السيدات كاقتراح مصري اللي هما المجندات وكبار السن حتى من الاحتياط مش من اللي في الخدمة في مقابل ان احنا نخرج سجناء امنيين انتهت مدة محاكمتهم او كبار سن في السجون الاسرائيلية والى حد كبير الفكرة المصرية بتلقى موافقة امريكية وجاري دراستها يعني مصر طرحت افكار خلال هذا الاسبوع في منتهى الاهمية هتؤدي بنا الى هدنة طويلة يبنى عليها هدنة دائما طيب لكن هرجع تاني للدفع جنوبا باتجاه رفح المصرية وباتجاه الحدود المصرية ان احنا بنشوف في صور كثيرة على كل المحطات المخيمات الفلسطينية خلاص وما شايفين الحدود المصرية رؤية العين فده طبعا من التقارير الارناع عمل قلق ما في العلاقات المصرية الاسرائيلية اصلا ده كلام طبيعي خلينا نتكلم على حاجتين خلينا نتكلم على العمل المداني والعمل السياسي العمل السياسي عشان انا اطمن الناس وزير الخارجية بتاعنا بيبزل مجود كبير جدا ومن خلفه جهاز المخابرات العام وكل دول بتنصيق طبعا مع السيد الرئيس الجمهوري فكل الرسال الممكنة وصلت الى الجانب الامريكي ومنها الى الجانب الإسرائيلي بصورة واضحة الناس تقول لك ليه الجانب الامريكي لان الجانب الامريكي هو وراية عملية السلامة بين مصر واسرائيل هو راية عملية القتل كبير صراحة معللش يعني وراية عملية القتل أنا أتكلم يعني عشان أنا رجل دولة فلازم أقول يعني الحاجات المهمة بنسبة للجانب المصري النقطة الثانية حضرتك إن الجانب الإسرائيلي يدرك تماما أن الجانب المصري له حدود في الصبر ولديه من القدرة أنه يتخذ قرارات تقلم الجانب الإسرائيلي على مدار سنوات أهمها حضرتك إيه سحب السفراء ده يتعب جدا الجانب الإسرائيلي مش هيتعب نحن هيتعبهم جدا يعني أو تجميد العلاقات في كل المناحي مش تفرق مع مصر كتير يعني ولكن ده بيعتبر هزيمة إحنا وصلنا أنه العلام الأمريكي في بعض التسريبات تتكلم أن مصر حددت بتجميد العلاقات وده حصل في حل الدفع بالفلسطينيين حصل يا فن موزيري الخارجية قالي الكلام ده بصورة واضحة لأن لو حصل مشكلة في العلاقاتنا بيننا وبين إسرائيل مش هتتحل في المدى القريب النقطة ليه الأمريكان دخلين لأن الأمريكان مدركين أن قيادات إسرائيل الحالية هي خلاص بتنتهي منتهية الصلاحية فهيخلق أزمة في العلاقات الإقليمية متعلقة بطبيعة العلاقات المصرية الأمريكية بالدرجة الأولى والعلاقات المصرية الإسرائيلية بالدرجة الثانية قد تدوم لسنوات من شأنها أن تبطل عملية السلام القادمة بمعنى أنك لا تتوقع في الأسابيع المقبلة الدفع بجموع فلسطينيين إلى جانب الحدود لن يدفع الجيش الإسرائيلي فكرة أن الجيش الإسرائيلي يدفع به من الحدود انتهت بشي يحصل عشان كده بنلاقي إخواننا الفلسطينيين بيجيبوا الخشب ويجيبوا الكفر بتاع أو الغطى البلاستيك بتاع صوبات الزراعية ويعملوا منها بيوت لأن هم مدركين أن هيرجعوا إن شاء الله ولازم هيرجعوا الجيش الإسرائيلي أعلن بصورة واضحة والحكومة الإسرائيلية أعلنت بصورة واضحة اليوم أنها لا تدفع ولم تعطي أي تعليمات أو تحذيرات للفلسطينيين بالزهاب إلى الحدود المصرية وأنهم هيكتفوا بالعمليات العسكرية في منطقة خلال مصرية لما ده معنى أنهم مش هاملوا عمليات في رفح لأنهم لو قاموا بعمليات في رفح مننا في مصر أن احنا نعيد دراسة الموضوع بدقة وهذا حيتطلب اجتماع للمجلس الأعلى الأمن القومي بس النهاردة كان فيه ضرب في رفح كان فيه خمسة ماته في رفح في جنوب رفح حلو فاند ده كلام مهم جدا قلت لحضرتك أن عملية خان يونس هي شيء طبيعاً مرتبطة جغرافياً برفح الغرض من عملية خان يونس حضرتك حكتين الكشف عن الرهائن استهداف القيادات مخازن الأسلحة رفح هي أقلهم بالطبيعة بالطبيعة رفح أقل لتواجد عسكري الحركات المقاومة موجود في رفح فإذا كان استهدف منازل في رفح فتأكد أن هي منازل بتاعت قيادات في الجنح لعسكري الحركة حماس ولكن إسرائيل التزمت أمام الأمريكان وصرحت بهذا لكي تصل الرسالة للجانب المصري أنها لن تدفع السكان الفلسطينيين للنزوح إلى الأراضي المصرية اسمح لي أن نخف قصيراً نخرج فاصل بعد الفاصل نتكلم على ما قام به الحوثيون وإعلانهم أنه لن توجد سفينة لن تمر سفينة من باب المندب متجهة إلى إسرائيل وده تطور مهم وما يحدث أيضاً على الشمال أنا لا أثق طمعاً في الإسرائيليين يعني يقولوا ويوعدوا ويعملوا ويقولوا ولكن في النهاية ما يحدث على الأرض هو الحاكم في هذا الأمر فاصل ونرجع مع العميد محمود محمد أهلاً بكم من جديد العميد محمود محيددين البحث السياسي في الأمن الإقليمي نرجع تاني للوضع في غزة والنهاردة كان فيه مستجد على الساحة أعلن المتحدث باسم الحوثيين أنه أي سفينة في اتجاه إلى إسرائيل من باب المندب سيتم استهدافها سيد العميد ماذا يعني ذلك؟ إعلان حرب يعني ده إعلان حرب لأن استهداف المصالح الاقتصادية وإطلاق سواريخ وطائرات مصيرا على حد الداخل الإسرائيلي ده بمثابة إعلان حرب والجيش الإسرائيلي هناك تسريبات من جهات مستقلة قريبة من الجيش الإسرائيلي هو نفذ عمليات عسكرية جوية باستخدام طائرات الـ F-35 على الحوثيين الأسبوع الماضي يبقى حضرتك كمان فيه معلومات مؤكدة أن هناك غواصة إسرائيلية كانت قريبة من منطقة العمليات في بحر العرب واثنين قطع بحرية حربية كانت إسرائيل في بداية الانتشار للجيش بعد إعلان حالة الحرب ذهبت إلى قاعدة إيلات البحرية سيتم دفعها للعمل في منطقة البحر الأحمر تحسبا لتوجيه ضربة استراتيجية للحوثيين من الجيش الإسرائيلي خلينا بص على الخليطة كده تاني هل هذا يعني أي تأثير على حركة قناة السويس بمعنى أنه إحنا عارفين حركة قناة السويس طالع نازل يعني من جاي من الشمال أو قادم من الجنوب فأي حاجة جاي من مضيق باب المندب اللي هو في الجنوب عند اليمن كده هل هذا يعني أنه ممكن يؤثر على القناة السويس لا يؤثر لأنه أولا الجانب الإسرائيلي استخدامه لميناء إيلات استخدام محدود جدا الجانب الإسرائيلي عنده ثلاثة مواني مهمة جدا على البحر المتوسط وهي اللي بتمثل عماد الاقتصاد الإسرائيلي في منطقة إيلات يعني السفن التجارية اللي بتستخدم هي حاجات متعلقة بالفحم عشان محطات الكهرباء حاجات متعلقة بالوقود علشان خزانات الوقود اللي في إيلات اللي هي عملية التكرير اللي بتتم فهي حاجات محدودة جدا فيما يتعلق بيئة البحر الأحمر واستخدامهم لميناءهم في البحر الأحمر وحنا عارفين إن ميناء إيلات ميناء صغير ما هواش كبير ولا حاجة ولكن هو فيه قاعدة أيضا بحرية حربية وحدود إيلات ما بين العقبة وطابة اللي هو ما يسمى اللي هو أم الرشراش يعني أم عشرك حاجة مل حنجد إن الجانب الحوسي يعني هو شبه إعلان الحرب وفيه نقطة مهمة أحب أقولها برضو حضرتك إن العام الماضي كانت هناك تقديرات للأسطول الخامس الأمريكي في المنامة وشكلوا الوحدة 153 بحري مجموعة العمل 153 انضم إليها 36 دولة العمل فيها كل الدول العربية وإسرائيل وأمريكا كل الناس حتى من خارج الإقليم الغرض منها هو تأمين المجرى الملاحي في منطقة باب أولا الخليج العربي بحر العرب وباب المندب مرورا بيه البحر الأحمر أما فكرة قناة السويس هي غير درجة تماما لأن دي إجراءات سيادة مصرية عشان الناس برضو ما نعملش خلط إن فكرة وجود القوة هي موجودة في البحر العربي والبحر العربي في منطقة باب المندب اللي هي منطقة المحيطة باليمن اللي هي مصرح العمليات ليه كلام ده؟ برضو عايز أقول إن الجانب الأمريكي شكل هذه القوة قادها لمرحلة ثم سلم القيادة إلى السعودية ثم قاد هذه القوة لمدة حوالي ست شهور زابط بحري مصري من القاعدة الجنوبية بتاعتنا في البحر الأحمر دستول الجنوبي بتاعنا في البحر الأحمر هو اللي كان بيقود هذه العملية يبقى الفكرة في الأساس عملية التأمين هو عامل مشترك ما بين الدول حتى الصين من حقها تشارك الهند لأن ده شريان التجارة العالمية الجانب الحوسي تركيزه على الجانب الإسرائيلي وبيحاول يبرق نفسه من الإدانة باعتبار إن الحوسيين بيقولوا إن اليمن ما عملش أي اتفاقية سلام مع إسرائيل وبالتالي هم منضمين طبعا ليه؟ الجانب الفلسطيني وبيطلقوا السواريخ و... هل هذا بدعم من إيران أيضا؟ مؤكد ده حضرتك دي إحدى دي أداة رئيسية أو... أنا مش عايزة أقول أداة لأن اليمن دولة كبيرة جداً ولكن هي شراكة استراتيجية في المنطقة ومنطقة الجزيرة العربية لها حسية كبيرة جداً يعني إذا كان الحوسيين بيكلموا على البحر الأحمر وبيكلموا على باب المندب إشكالية كبيرة جداً في شبه الجزيرة العربية وساتك طبعاً عارفة إن تأثير اليمنيين وتأثير الحوسيين خطير جداً يعني لو حد تجدي إن الخليج العربي أصبح ما بين المطرقة والسندان فيما يتعلق باليمن وإيران خلينا نذهب إلى محاولة أخرى لتوسيع الحرب في الشمال في لبنان وشمال إسرائيل وجنوب لبنان والحقيقة إن في المناوشات مستمرة بين حزب الله وإيران زادت التلاتيام الأخير والزيادة مبعثها بقى خطير جداً لأن اتسعت دائرة الإطلاق أو مدايات يعني هناك دائماً وأبداً هناك توازن في الفعل ورد الفعل ما بين حزب الله وما بين إسرائيل هذا اتفاق غير مكتوب ولكن هو مبني على قرار الأممي في 2006-1701 اللي بيمنع قوات حزب الله سواء قوات الردوان اللي هي القوات الخاصة التابعة لحزب الله أن تتواجد على الحدود الإسرائيلية أو حتى الوحدات الصاروخية بتاعته المفترض إن تبقى للقرار الأممي أو قرار مجلس الأمن 1700-1701 إن تبقى قوات حزب الله في منطقة شمال نهر الليطاني طب نهر الليطاني بيبعد قدقية عن الحدود الإسرائيلية في المتوسط بنتكلم على 30 كيلو طب 30 كيلو دول موجود فيهم مين؟ موجود فيهم قوات اليونيفيل وقوات اليونيفيل حضرته اللي هي حفظ السلام قوات حفظ السلام وبالمناسبة عشان فيه خلط هذه القوات موجودة سنة 78 موجودة في هذه المنطقة في الاجتياح الأول للجنوب اللبناني سنة 78 موجودة حضرتك ولكن القرار الأممي 1701 قال إن هي ممكن تزيد لحد 15 ألف جندي ويوكلها بمهام التنسيق بالتنسيق مع الجيش اللبناني على ألا تتواجد قوات حزب الله النهاردة قوات حزب الله موجودة على الحدود وذي اللي خلقت إشكالية مهمة جداً لازم نوضحها إن الحزب كان بيشتغل بالكورنت أو بالكاتيوشة السوائر فبنتكلم على 4 كيلو هو بيستهدف كان مفوت 5 كيلو هنا 5 كيلو هنا 5 كيلو في جنوب لبنان الأمور توسعت حضرتك هو ده الأمور ووسعت 30 كيلو دلوقتي حضرتك طيب سيادتك المرة اللي فاتت سألتني سؤال مهم على المستوطنات في الجنوب اللبنان النهاردة الجيش الإسرائيلي أجلى لحد عمق 10 كيلو مستوطنات وهذا الموضوع عامل مشكلة كبيرة جداً سواء اقتصادية أو اجتماعية فأجلى الناس دي كلها للإقامة في مناطق في وسط إسرائيل وفي منطقة جنوب إسرائيل طيب اللبنانيين لما زودوا المساحة فهل الجيش الإسرائيلي حيجل لحد 30 كيلو أنا بقول لحضرتك لأ ولكن إحنا نزاهبون إلى الحرب عشان كده فيه هنا مؤشرين في منتهى الأهمية التصريحات الصدرة عن وزير الدفاع يوقف جلنت في بداية 7 أكتوبر قال اللي مهم عندي قبل غزة لابد أن أنا أوجه ضربة إجهادية لحزب الله لأن غزة معايا مفتوح الزمن معايا ومنع في القرار السياسي لم يحصل عليه ثم عدنا الأسبوع الماضي وأصبح الآن هناك خلاف كبير جداً في مجلس الحرب المصغر أن باني جينيتس اللي هو كان وزير الدفاع وكان رئيس الأركان وهو عضو مجلس الحرب المصغر بيتطفق مع يوقف جلنت بيتطفق مع هيرتسي هاليفي على أني لابد من توجيه ضربة لحزب الله الغرض منها أن يعاد قوات الردوان وقوات حزب الله إلى شمال نهر اللي طاني لأني لن نقبل بنفس اللفظ كده لن نقبل أن تكون شبابيك المستوطنات تحت أعين قوات الردوان من هنا الجانب الأمريكي تحرك وهناك تسريبات بالأمس أن عموس هوكشتاين سيأتي إلى المنطقة من عموس هوكشتاين؟ عموس هوكشتاين اللي هو المبعوث الرئاسي الأمريكي هو المفترض للطاقة والغاز في العالم ولكن هو كان جندي إسرائيلي بالمناسبة وهو موليد 73 وخدم في جيش الدفاع 3 سنين ثم انتقل للعمل في أمريكا وحصل على الجنسية واشتغل في الإدارة الديمقراطية وتدرج فيها وبيجي النهاردة كمواطن مزدوجي الجنسية وأحد أهم الناس المصدوقة بالنسبة لبيدن وهو اللي عمل حضرتك اتفاقية الحدود البحرية ما بين إسرائيل ولبنان وهو اللي تفاوت في البداية مع اللواء عباس إبراهيم على فكرة الهدنة وتبادل الأسرة وهو اللي معني بالملف اللبناني فهو دلوقتي إسرائيل واخد قرارين يا إما قوات الردوان وحزب الله يعود إلى منطقة اللي طاني باتفاق سياسي إن لم يحدث ذلك أنا بأكد لحضرتك إن ستقوم حرب في منطقة الشمال الإسرائيلي والجنوب اللبناني سيشن الجيش الإسرائيلي حرب وده النقطة اللي كلمنا فيها زمان وقلنا إن حسن نصر الله بيستدرج لحرب مع إسرائيل أخيرا برغم قوة الجيش الإسرائيلي ده رقم 18 في العالم وتسليحه إلا إنه من أول حرب هو بيطلب سلاح من أمريكا آخر طلباته من الأسلحة توريد كام كان عايز هو كان عايز 13 ألف 13 ألف دانة جاله الجانب الأمريكي بتكلمه هندي له 45 ألف دانة دبابة اللي هو المئة وعشرين منه يعني يخد أكتر هو المفترض إنه هو فيه 13 ألف حيجوله بسرعة عجلة وفيه حيستكمله التوريد لأن فيه مصانع بتشتغل لكن هو الجانب الأمريكي مبدئيا هو وافع على 45 وأنا وجهت نظري في الموضوع ده إنه فيه يعني هم عندوش مستويات انخفض عندوش دانات الدانة اللي هي القذيفة اللي هو الطلقة بتاعة الدبابة نسبها كده بالبلد طلقة الدبابة والقذيفة دي أنواع القذائف الدبابات أنواع فيه خارق وفيه خارق حارق وفيه منظب زي ما أمريكان مدوا بيها أوكرانيا ده موضوع مهم جدا الدانات دي تحديدا المئة وعشرين ملي دي هي توحيد في المدفع ما بين الدبابة المركبة الإسرائيلية في العيار يعني وما بين الدبابة الأمريكية الرئيسية اللي هي M1A1 وM1A2 اللي مخدوها وغيروها أو عدلوها فبينقلوا من مخزون الجيش الأمريكي بصورة فورية حينقلوا 13 ألف لأنهم في احتياج شديد لهذا ثم حيستكملوا باقي الخمسة واربعين الجانب الإسرائيلي لازم نفهم حضرتك والناس تفهم أن هناك وحدة شبه عضوية ما بين الجيش الأمريكي والجيش الإسرائيلي في الأعيرة وفي الأسلحة وفي التخزين لأن ما ننساش دايما أن إسرائيل هي مغزن سلاح كبير للجيش الأمريكي في نقطة خطيرة جدا بيعاني منها أيضا الجيش الإسرائيلي حنسمع عنها قريب وهي دانات المدافع المية خمسة وخمسين ملي عندهم عجز كبير جدا لدرجة أنهم بقوا يستخدموا الطيران ومش يستخدموا المدفعين ماذا نتوقع في الأسبوع المقبل؟ الأسبوع المقبل ستستمر العنف بوطيرة أسرع وهناك صدمة كبيرة جدا في الجنوب اللبناني قد تخرج عن السيطرة وده كان في تهديد النهار ده كمان من وزير الخارجية الإيراني بناء على استخدام الفيتو الأمريكي أرى أن المجموعة العربية لابد أن تعيد ممارسة الضغوط على الجانب الأمريكي لكبح جماع إسرائيل فيما يتعلق بمنطقة جنوب قطاع غزة ومنطقة خان يونس هناك تصريحات واضحة من الجانب الإسرائيلي أنه لن يدفع السكان إلى الحدود ولن يطلب منهم الزهب إلى مصر مرة أخرى وإن ده هو بيرتدع عن ده نتيجة الرسائل المصرية المهمة قد يحدث اختراق في نهاية الأسبوع فيما يتعلق باستعادة فكرة تبادل الأسرة لأن الجانب الأمريكي رفض إعطاء مهلة مفتوحة لمدة شهرين كما طلب الجيش الإسرائيلي واكتفى بايدن بأنه لابد أن توقف العمليات بصورة دائمة قبل بداية العام القادم جاني احنا قدامنا الشهر ده من وجهة النظر الأمريكية قدامنا ربما شهر ربما أقل من شهر لأن احنا النهاردة تسعة فاحنا بنتكلم في أسبوعين تعريبا تبقى للرؤية الأمريكية ولكن الرؤية الإسرائيلية بتطالب بأن يتم في نهاية شهر يناير القادم طبعا الصورة البشعة لتعريت الأسرة الفلسطينيين سريعا قالت إسرائيل أنهم لمقاتلين نفت حماس أنهم مقاتلين وقالوا أن في مراسل من المراسلين للميادين أظن موجود من ضمن هؤلاء كبار سنة فنم كمان فيه مزارعين ده كويس أنه تصرب من الجانب الإسرائيلي أن العالم لازم يشوف حجم الجرائم اللي بترتكب أستاذ الأميس حتى الآن قطاع غزة فيه 7800 مفقود مش معروف إذا كان غير الـ 17000 شكرا جزيلا سيادة العميد ده محمود محيدين بحث سياسي في الأمن الإقليمي حنفضل نتابع ما يحدث في غزة ونحن نتابع الانتخابات بكرة حد واثنين والتلات من بكرة إحنا في التاسع مساء حنكون معاكم لمتابعة الإغلاق وتحليل المشهد الانتخابي في انتخابات الرئاسة هذه خامس انتخابات رئاسية تعددية في مصر أشوفكم بكرة بإذن الله هذه لمسا الحديث بار